أمريكا يفصلها عن الرئاسيات القادمة أكثر من عامين كاملين ولكن ذلك لم يوقف هذا الرجل الطامح لأعادة الكرة في تكريس الهيمنة الحمراء على واشنطن بيتاً أبيضاً وكونغرس فهل ينجح خصومه من هوات اللون الأزرق في إيقافه والحد من جاذبية شعاراته لدى الناخبين؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكثف جولاته الميدانية في مدن الولايات المتحدة المختلفة فيبدو أنه يشغله موعد قريب لاختبار قدرته على استقطاب الناخبين فما هي رهانات قاتل البيت الأبيض في انتخابات الكونغرس النصفية؟ تحت هذه اليافطة يخوذ ترامب معركة انتخابات الكونغرس النصفية وهناك بالطبع من يحمل صورة تناقض مضموناً وشكلاً هذه الخارطة الجمهورية فكيف يرى أنصار الحزب الديمقراطي ما هي عليه أمريكا اليوم؟ لا يمكننا تسلق الهضاب والقمم بتجاهل ملايين الأمريكيين الغاضبين والخائفين بسبب ما أحدثه هذا الرئيس والحزب الجمهوري للديمقراطية لا يمكننا تجاهل ذلك ولا يجب أن نغض الطرف عن ذلك أمريكا زرقاء ديمقراطية وأمريكا حمراء جمهورية هكذا وفق مراقبين تبدو واشنطن هذه الأيام وقبل انتخابات الكونغرس النصفية هذا الخريف وكأنها علمان يتصادمان تحت العديد من الشعارات فكيف سيصيغ هذا المشهد الخارطة السياسية في بلد كلما توجه ناخبه للإقتراع تكثر الرهانات العالمية؟ ترجمة نانسي قنقر